بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يبقه قولي إخواني أخواتي أبناء بناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنىكم في أحسن حال أخو الفاضل قال سلام أخي يمكن أن تطبق البرمجة في حالة هشام سفيان وأعطاني تاريخ ميلاده والله أعلم قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل هشام أصلح الله لك الدنيا والآخرة وزالك الله حبا لدينه وللدعوة إليه حبا وكرامة سمعا وطاعة أبشر طلبك مجاب إن شاء الله اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى بعد ذلك بتسع ساعات قال أعتذر أخي هشوم سفيان وليس هشام لما وصلت هذه الرسالة والتعليق كنت قد انتهيت من نظر قليل من البرمجة الإلهية للأخ الفاضل هشام سفيان فأضفت في الأخير ما قاله إذا البرمجة الإلهية للأخ الفاضل هشام سفيان أذكر أن الله سبحانه وتعالى برمج كل شيء مستعملا الأعداد الأولية العدد الأولي هو الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد لو عرفت هذا وعرفت أن الأعداد الأولية لها رتب 2 رتبته 1 3 أولين رتبته 2 5 أولين رتبته 3 وعرفت أن عرفت عملية الجمع وعملية الطرح والقسمة الأقليدية لو عرفت عملية الجمع والطرح والقسم الأقليدية وأن للأعداد الأولية رتبا ستفهم البرمجة الإلهية إذن الله سبحانه وتعالى برمج الكون وعلومه وبرمج الأقدار هذه الفرصة لكي تفهموا كيف برمج الله سبحانه وتعالى الأقدار وخطأ أخينا لا أعتقد أن إنسان يمكن أن ينسى اسمه أو يخطئ في اسمه ولكن هذا كله قدر قدر مقدر لكي يعلم إخوتي أن الله سبحانه وتعالى برمج القدر أيضا إذن الله سبحانه وتعالى برمج كل شيء قلنا الكون وعلومه والأقدار والقرآن وكل شيء يمكن تحوله إلى أعذاء برمجه برمجة تستعمل وتعتمد اعتمادا كليا على الأعداد الأولية وتعيدنا إلى الأعداد المبينية ما هي الأعداد المبينية؟ 114 هو قلبها النابض هو العدد الذي يدور كل شيء حوله لأن هذا العدد يشير إلى الله ويشير إلى القرآن هذا يشير إلى التنزيل إلى الوحي إلى القرآن وهو التعريف العددي الرقمي لاسم الجلالة الله 23 مدة الوحي 40 عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند لقائه بالوحي وهو العمر الوحيد المذكور في القرآن 30 هو عدد الأعداد الأولية من 1 إلى 114 وهو العدد المرافق للعمر الوحيد المذكور في القرآن مفصاله 30 شهر فلما بلغ 40 سنة سورة الأحقاف آية 15 23 زيادة 4 يساوي 63 إنقضاء أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل هذه الدعوة كل إصدارات المبين هي من باب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق كل جيل تحداه الله سبحانه وتعالى بآيات لا نهائية لكي يتفكر ويتدبر ويعود إلى الله ماذا يفعل بديع الزمان النورسي هنا؟ دائما لا بد لي أن أضع صورة لما رأيت أن أخانا سمى نفسه وسمى قناته هشوم نورسي قلت في نفسي هذا ذكرني ببديع الزمان شهيد بديع الزمان النورسي عليه رحمة الله جاهلية الإسلاميين لا تقل عن جاهلية العلماليين فالأول ابتعد عن إنسانية الدين والثاني ابتعد عن دين الإنسانية رائع المسلم الحقيقي والمؤن الصادق لا يكون مؤيدا للفوضى والتخريب والدين يمنع الفتنة والفوضى بشدة لأن الفوضى لا تعترف بحق من الحقوق وتقلب سجية الإنسان وآثار الحضارة لسجية الحيوان المتوحش رحمك الله يا بديع الزمان يا نورسي تذكير من برمج كل شيء يمكن تحويله إلى عداد الجواب الله هذه وحدها تكفي هذه وحدها تكفي أي إنسان عاقل هذه وحدها تكفي انظروا كيف نطقت الأعداد المبرمج الله سبحانه وتعالى في الترتيب الهجائي الألف رقمه واحد اللام وثلاثة وعشرون الها وستة وعشرون في ترتيب الفواتح ما معنى ترتيب الفواتح؟ في القرآن تسع وعشرون صورة تبدأ بالصيغ الفواتح الله سبحانه وتعالى اختار أن يستعمل أربعة عشر حرفاً في الصيغ الفواتح وترك أربعة عشر حرفاً توازن تام نحصي عدد الحروف الفواتح في الصيغ الفواتح فنجد أن الألف تكرر ثلاثة عشر مرة اللام ثلاثة عشر مرة الها مرتان المجموع أولي المجموع أولي المجموع النهائي مائة واربعة عشر هذا العدد يشير إلى الله ويشير إلى القرآن الله أكبر نطبق المبين على العدد مائة واربعة عشر ما معنى تطبيق المبين؟ أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي الوحي مائة واربعة عشر سنوات الوحي مدة الوحي ثلاثة وعشرون باقي الكسمة باقي الكسمة باقي الكسمة معروف لو قسمت مائة وستة عشر على مائة واربعة عشر باقي الكسمة اثنان لو قسمت أربعة وعشرون على اثنان وعشر على ثلاثة وعشرون باقي الكسمة واحد لا يوجد باقي الكسمة يعني أن هذا العدد يقبل الكسمة على هذا العدد لو قسمت هذا العدد على هذا العدد النتيجة واحد صفر زائد واحد زائد اثنان وعشرون يساوي ثلاثة وعشرون هذا العدد وهذا العدد بينهما علاقات لا نهائية برمجهم الله سبحانه وتعالى برمجة لا نهائية ويمكنك أن تتحدان بأي دالة رياضية أو بأي مجموعة دواء الرياضية وطبقها على هذا العدد وهذا العدد وسنجد أن هذين العددين برمجهم الله قبل خلق السماوات والأرض برمجة محيرة للألباب لأن هذا هو الوحي والتعريف العددي لسم جلالة وهذا مدة الوحي هل توحيط البرمجة الإلهية بالأخ الفاضل هشام سفيان قبل أن يصلني مصاجه كنت قد أنهيت الدراسة إذن ها هو تعليقه الآن هشام سفيان وهشام سفيان ما الفرق بينهما؟ هذا هشام سفيان هشام سفيان الترتيب الهجائي هنا ننظر إلى الأعداد العدد الأولي أضع تحته رتبته هذه ليست أولية هذه ليست أولية العدد الوحيد الأولي هو هذا رتبته ستة إذن المجموع مائة وستة وخمسون المجموع مائة وخمسون مائة وستة وخمسون مائة وستة وخمسون زائد مائة وخمسون انظروا معني يساوي هذا العدد أطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة هذا أولي رتبته أربعة ثمانية وسبعون ناقص سبعة يساوي واحد وسبعون ثمانية وسبعون ناقص سبعة ناقص أربعة يساوي سبعة وستون واحد وسبعون أولي رتبته عشرون سبعة وستون أولي رتبته تسعة عشر وتسعة عشر أولي رتبته ثمانية واحد وسبعون زائد عشرون يساوي واحد وتسعون 67 زائد 19 زائد 8 يساوي 94 94 ناقص 71 يساوي 23 23 زائد 91 يساوي 114 الله أكبر الوحي سنوات الوحي هذه الأعداد بينها علاقة لا تنتهي يتوصلك دائما إلى هذه الأعداد الآن انظروا معي 67 زائد 19 زائد 8 انظروا معي 67 زائد 19 زائد 8 زائد 20 يساوي 114 الله أكبر الآن 71 ناقص 20 انظروا معي 71 ناقص 20 يساوي 51 هنا الجمع هنا الجمع والآن سنترح 67 ناقص 19 ناقص 8 يساوي 40 40 دائما باللون الأصفر لأنه عدد مبيني 51 زائد 40 مرة أخرى 91 114 ناقص 91 يساوي 23 الله أكبر فأينما تولوا فثم وجه الله افعل ما شئت مع هذه الأعداد خذ أي وجه أردت طبق ما شئت ستجد نفسك دائما أمام هذه الأعداد دائما الآن كل الطرق تؤدي إلى البرمجة الإلهية سبحان من أحصى كل شيء عددا هشام سفيا ها هو هشام والاسم العائل سفيا انظروا كيف برمج الله سبحانه وتعالى الأعداد المجموع ستة وثمانون أصغر المائة واربعة عشر لا يمكن أن أقسمه على مائة واربعة عشر ولكن يمكن أن أطبق المبين وأقسم على سنوات الوحي باقي القسم سبعة عشر أمره الله أن يكون أوليا رتبته وسبع أولي رتبته أربعة سبعة عشر زائد سبعة زائد أربعة يساوي ثمانية وعشر ستة وثمانون زائد ثمانية وعشر يساوي مائة واربعة عشر كما فعلنا هنا أربعة وستون نطبق عليه المبين نقسمه على سنوات الوحي لأنه أصغر المائة واربعة عشر أربعة وستون باقي القسمة ثمانية عشر أربعة وستون زائد ثمانية عشر يساوي اثنان وثمانون الآن ننظر معي قلنا مائة واربعة عشر نطبق عليه المبين نصل إلى العدد ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون أولي رتبته تسعة 23 زايد 9 يساوي 32 32 زايد 82 يساوي 114 انظروا إلى الجمال انظروا إلى العظمة انظروا إلى البهاء نواصل هل تحيط البرمجة الإلهية بتاريخ ميلاد الأخ الفاضل هشام سفيان الجمع انظروا معنا هذا هو تاريخ ميلاده تاريخ ميلاده وهذا هذا ليس أولي هذا أولي رتبته 209 نطبق دائما الطريقة التي تطبقها دائما المجموع بدون الرتبة 209 المجموع مع الرتبة هذا العدد زايد هذا العدد زايد هذا العدد هذا العدد زايد الرتبة زايد هذا يساوي هذا العدد يعني أضفنا هذا لهذا أعطانا هذا العدد أطبق المبين أقسمه على الوحي وعلى السنوات الوحي دائماً نفس المنهجية باقي القسمة هذا أولي رتبته وهذا أولي رتبته وهذا أولي رتبته وهذا أولي رتبته نفس الشيء هنا الآن ننظر معنا 51-11 يساوي 4 11-8 يساوي 3 أربعون زائد ثلاثة يساوي ثلاثة وأربعون ثلاثة وأربعون سبحان الله ثلاثة وأربعون زائد أربعون يساوي ثلاثة وثمانون ثلاثة وثمانون أولي رتبته رتبته ثلاثة وعشرون ثلاثة وأربعون زائد ثلاثة يساوي ستة وأربعون ثلاثة وأربعون اثنان ضرب ثلاثة وعشرون ثلاثة وأربعون أولي رتبته أربعة عشر ثلاثة وأربعة زايد أربعة عشر يساوي سبعة وخمسون الآن ننظر معنا هنا طرحنا بدون الرتب الآن سنطرح الرتب 51-11-5-3-2-1 يساوي 29 نفس الشيء هنا هنا الأكبر من الأصغر سنطرح الأصغر من الأكبر 11-5-3-2-1-8 الأكبر ناقص الأصغر هنا الأكبر ناقص الأصغر هنا يعطينا 14 29 زائد 14 مرة أخرى 43 43 أولي رتبته 14 34 زائد 14 يساوي 57 57 زائد 57 يساوي 114 وسبحان الله 43 زائد 43 يساوي سفيان يساوي سفيان 86 نواصل إذن وصلنا هنا ننظروا كيف ظهر العدد 114 سبحان الله ننظروا كيف العداد كلها تظهر لتعيدك دائما إلى هذا العدد الآن ننظر معك 51 زائد 11 زائد 8 زائد 11 البواقع الكسمة نجمعنا تعطينا 81 الآن ننظروا معي هذه العداد 29 ناقص 10 زائد 14 ننظر معي 29 ناقص الرتبة 29 أولي رتبة 10 29 ناقص رتبته زائد 14 يساوي 33 31 زائد 33 يساوي 114 الآن كل هذه العداد هذا زائد هذا زائد الرتب زائد هذا هذا زائد الرتب جمعته كل شيء فإنما توله فثم وجه الله المجموع 103 103 أولي رتبته 27 103 زائد 27 يساوي 130 أكبر 114 يمكن أن نطبق المبين أقسمه على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة 16 زائد 15 يساوي 31 نهاية المرحلة 114 نهاية المرحلة 114 ناقص 31 يساوي 83 83 أولي رتبته 23 الوحي سنوات الوحي التعريف العددي والاسم الجلالة سنوات الوحي كل شيء يعيدك إلى الله لا يمكن واتحداكم جميعا لا يمكن لشيء كيفما كان نوعه أن يخرج عن هذا وهذا لا يمكن عن البرمجة الإلهية الآن هل توحيط البرمجة الإلهية بالأخ الفاضل هشام السفيان وتاريخ ميلاده الطرح الجمع جمعنا هذا وهذا وهذا الآن سنطرح هذا وهذا من هذا 1979 ناقص واحد ناقص تسعة يساوي هذا العدد يساوي هذا العدد انظروا معنا هنا نضيف الرتبة انظروا هنا الآن هنا سنضيف الرتبة كما فعلنا سابقا أطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي ثلاثة واربعون ظهر مرارا سبحان الله أظن أن هذا الشاب 1979 كما أمره الآن لا أدري لماذا يظهر دائما العدد ثلاثة واربعون ظهر مرارا هذا العدد هنا هذه بواق الكسمة هذا العدد هو رتبة العدد الأولي ثلاثة واربعون وهذا العدد نفس العدد سبحان الله ظهر هنا هو رتبة العدد الأولي ثلاثة واربعون ثلاثة واربعون زايد أربعة عشر يساوي سبعة وخمسون كما حدث سابقاً انظروا تذكرون سابقاً ماذا حدث انظروا 43 43 أوصلنا إلى العدد 114 هنا الطرح نفس الشيء 43 43 43 زي 14 57 57 زي 57 114 الآن 102 باقي القسمة لو قسمنا على الوحي 102 هذه تتعاونت مع هذه فأوصلان إلى هذا بقي هذا وهذا الآن 102 نظروا معاً ناقص 31 102 ناقص 31 يساوي 71 71 أولي رتبة 20 71 زي 20 يساوي 91 114 ناقص 91 يساوي 23 الوحي سنوات الوحي التعريف العرضي لإسم الجلالة سنوات الوحي رأيتم هذه الأعداد مأمورة فرون أن هناك قصداً كأنني رصصتها أنا ولكن الله سبحانه وتعالى من غصها ومن صفها ومن أمرها انظروا معي هذا نفس العدد هنا ونفس العدد هنا أعطي العدد 114 بقي هذا وهذا هذا يعطينا العدد 71 الذي يوصلك دائماً العدد 91 114 ناقص 91 يساوي 23 الآن انظر معي 31 أولي رتبة 11 و11 أولي رتبة 5 و5 أولي رتبة 3 و3 أولي رتبة 2 و2 أولي رتبة 1 سنضيف كل هذه الأعداد إلى الرتب انظر معي 31 زائد الرتب زائد 14 زائد 102 زائد 14 يساوي 183 183 أطبق عليه مبين أقسمه على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة انظروا الجمال 69 زائد 22 يساوي 91 91 زائد 23 يساوي 114 الله أكبر فأينما تولوا فثم وجهوا الله كأن الكون كله سبحانه وتعالى سبحان الله لخص في هذا العدد ومدة الوحي الآن انتهيت هنا قلت الشباب لا يتحملون الإطالة فقلت أقف هنا 19 دقيقة جاء تعليقه فواصلت الآن قال هو أعتذر أخي هشوم سفيان هذا القضر نادر جدا أن ينسى نساء اسمه أو يخطئ في اسمه ولكن أصل هشوم هو هشام الفرق بينهما حرف واحد الو أو بدل الألف انظروا معي هشوم سفيان هشوم سفيان هنا هشوم سفيان بدون الرتب هنا هشوم سفيان مع الرتب كل إنسان كل شخص كل حدث يمكن أن تكتبه بطريقتين الشيء أو الحدث أو الشخص بدون الرتب ومع الرتب هاي أطبقها دائما لأننا قلنا كل شيء معتمد على العدد الأولي لأننا ننظروا إلى الجمال 27 زائد 27 ساوي 54 عدد واحد تجرأ أن يكون أوليا نرتبته ستة 27 زائد 27 زائد ستة يساوي ستون 54 زائد ستون يساوي 114 الله أكبر الله أكبر عجيب انظروا إلى القدر انظروا إلى حرف واحد ماذا فعل وانظروا إلى رتبة واحدة ماذا فعل تثيروا الانتباه هذه الرتبة هي التي حكمت أن ننظر إليه من زاويتين هشوم سفيان لو لم يكن هناك ستة لو كانت كل الأعداد غير أولية لكانه هشوم سفيان واحد انظروا إلى الجمال نواصل هل تحيط البرمجة الإلهية به هشوم سفيان كما أحاطت به هشام سفيان ها هو هشوم سفيان هشوم هنا بدون الرتب هنا مع الرتب انظروا معي مئة واثنان وثمانو مئة واثنان وثمانو زائد مئة وستة وسبح انظروا يساوي هذا العدد أطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة هذا أولي رتبته ستة الان انظروا معي ستة عشر زائد ثلاثة عشر ناقص ستة ناقص الرتبة يساوي ثلاثة وعشرون مدة الوحي لان ننظروا الجمال ستة عشر ثلاثة عشر زائد الرتبة زائد ستة عشر يساوي خمسة وثلاثون هذا خمسة وثلاثون هو رتبة العدد الأولي مئة وتسعة واربعون لان ننظروا الجمال مئة وتسعة واربعون ناقص خمسة وثلاثون يساوي مئة واربعة عشر هذه نسيتها مئة وتسعة واربعون ناقص خمسة وثلاثون يساوي مئة واربعة عشر إذن ظهر الوحي وظهرت سنوات الوحي الآن ننظروا معنا 149 ناقص 35 ناقص 23 ناقص 9 يساوي 82 149 زائد 35 هنا طرحنا الآن سنجمع زائد 23 زائد 9 يساوي 126 أطبق المبين أقسمه على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة المجموع 111 كان يمكننا توقف هنا نصل إلى 114 149 ناقص 35 ناقص 114 الآن مهما فعلت وكيف ما فعلت ستجد نفسك دائما محاط من جميع الجهات بالبرمجة الإلهية 111 زائد 82 يساوي 193 أطبق المبين أقسمه على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة 79 ناقص 9 يساوي 70 هذا العدد سبحان الله أمره الله أن يكون أوريا رتبته 44 الخيار سبحان الله انظروا إلى الجمال 44 زائد 70 يساوي 114 يمكن أن تجمع ما في مشكل 79 زائد 9 يساوي 88 7 ناقص 44 يساوي 26 رياضيا تفسرها 88 زائد 26 يساوي 114 طريقة أخرى 193 هذا العدد الأولي من رتبته 44 193 ناقص 44 يساوي 149 يؤيدك إلى أصل كل هذا هذا العدد هذا العدد هو الأكبر طرحنا منه وجمعناه مع العدد الأخرى لأن نظروا كيف نصل إليه مرة أخرى 149 أولي من رتبته 35 149 ناقص 35 يساوي 114 كأن العدد تقول لك كان يمكنك أن تطرح هذا من هذا وتصل مباشرة إلى عدد 114 نواصل 149 زائد 35 هنا طرحنا 149 زائد 35 يساوي 114 السبعون الذي ظهر في البداية 148 ناقص 70 يساوي 114 فأينما تولوا فثم وجه الله لا ننظر إلى الصاعقة انظروا إلى الجمال انظروا إلى العظمة انظروا إلى البهاء وأخبروني بالله عليكم من برمج القدر هشوم سفيان بدون الرتب هشوم سفيان مع الرتب هشام سفيان أصل الإسم بدون الرتب هشام سفيان مع الرتب 150 زائد 156 زائد 176 زائد 182 يساوي هذا العدد أطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة 94 زائد 20 يساوي 114 الله أكبر بالله عليكم من برمج انظروا كيف أخطأ انظروا كيف أخطأ في اسمه في اسمه أو قال أنه أخطأ في اسمه وانظروا سبحان الله كيف أحاط الله بالاسم القديم الذي طبقت عليه الدراسة وبالاسم الجديد انظروا إلى العظمة هذه وحدها تكفي أي ملحد هذه وحدها تكفي انظروا إلى الجمال الآن هل تحيط البرمجة الإلهية بهشوم سفيان وبهشام سفيان وبتاريخ ميلاده سبحان الله والله أكبر هل شوم سفيان بدون الرتب هل شوم سفيان مع الرتب هشام سفيان بدون الرتب هشام سفيان مع الرتب مع الرتبة تاريخ الميلاد مع الرتبة اهل انظروا معين المجموع مع الرتبة كما فعلنا سابقا المجموع بدون الرتبة انظروا معين كل هذه الجموع بدون الرتبة انظروا وهنا المجموع مع الرتبة هذا العدد زائد هذه الرتبة التي درسناها سابقة أطبق المبين أقسمه على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة 31 ناقص 8 يساوي 23 العدد المبيني 102 ناقص 8 يساوي 94 23 أولي من رتبة 9 الآن نظروا معنا 94 زائد 23 زائد 9 يساوي 126 أكبر 94 ناقص 23 يساوي 71 71 أولي من رتبة 20 الآن 126 أكبر 114 أطبق المبين أقسمه على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة 12 زائد 11 يساوي 23 21 21 زائد 20 يساوي 91 23 زائد 91 يساوي 91 يساوي 114 الله أكبر الله أكبر انظروا إلى الجمال انظروا إلى البهاء الآن 31 كل البواقي 31 زائد 8 زائد 102 زائد 8 يساوي 149 أو تعرفونه أولي رتبة 35 149 ناقص 35 يساوي 114 الآن انظروا معي هذه الأعداد الجميلة هذه الأعداد انظروا إليها التي وصلتنا إلى هذه الأعداد انظروا 126 زائد 12 زائد 11 زائد الرتب 3 5 زائد 3 زائد 2 زائد 1 زائد 1 7 زائد 20 هذه الأعداد سأجمعها انظروا معي توطيك 126 زائد 12 زائد 11 زائد الرتب زائد 71 زائد 20 يساوي هذا العدد طبق عليه المبين نقسمه على الوحي مباشرة باقي القسمة 23 الوحي سنوات الوحي ونظروا معي إلى هذا الجمال سبحان الله 94 23 71 انظروا البداية ونظروا البداية 94 91 71 73 تذكرون هذا هشام سوفيان هشام سوفيان نفس طريقة سبحان الله 94 71 23 انظروا النهاية انظروا النهاية 94 71 23 سبحان الله انظروا إلى الجمال انظروا إلى اللقاء سبحان الله سنريهم آياتنا في الآثاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أخي هشام جاهدت معك فجاهد معي لمصلحتك ولمصلحة الإسلام إن شاء الله كن داعيا إلى الله هذا أعجب ما يمكنك أن ترى أكثر 120 إصدار وتقريبا 10 إصدارات على الفيسبوك لم أضعها هنا باللغة الفرنسية واللغة العربية أنا داعي إلى الله باللغة العربية واللغة الفرنسية ولله الحمد والمنا بأعقد علم أعقد علم حاولوا أن تنشروا هذا العلم انشروه في كل مكان في كل القنوات بين أوساط الملاحدة وغير المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته